إلي الله دوزي لباك ولا ديجا وشدتي لباك ديالك وكتقلب على ما تدير من بعد عندك تدير هذه الخمسات الأغلاط الغلط الأول هو أنك تفقد الأمل في الحياة فقط فقط أنك لا توجد نقطة مزيانة التي تظن أنك تستحقها وفقط أنك لا توجد ذلك لك ولكن كنت أريد أن تقرأ فيها هنا في المغرب فمشي هي نهاية العالم فتقدر مثلا أنك تقرأ في الأفاك ومن بعد تكمل في جامعة خارج المغرب وكان عرفنا شخصيا بزافة الأصدقاء ومن بعد تدير هذه المساردة بالضبط حاجة أخرى ما يوجد كثيرا هو أنه إذا تقرأ في الأفاك فمقارنة مثلا لكل كوميرس التي يكون فيها المساردة فالأفاك لديك الكثير من الوقت لكي تدخل ذلك وكي تدفع المغرب خارج المغرب الغلط الثاني هو أنك تختار الفيلياغ بازي على أنه تفعل فلوس أو أنه سوق الشغل لا تسأل هذه الفيلياغ التي تختارها هذا غلط كبير لماذا؟ حيث سوق الشغل اليوم لا يعنيش هو سوق الشغل والوقت اللي ستخرج فيها سوق الشغل يتبدل بزاف خاصة العصر اللي عايشين فيه فبزاف جالي متى جداد يخرجوا ويعتمدوا بزاف على الانتليجنس أكتفيسيال بزاف جالي الحواج يتبدلوا بواحدة السرعة كبيرة حاجة أخرى مهمة بزاف وانه إذا اخترت فلياغ بازي على أنه فيها الفلوس فغلقا غالبا شخص أخر يقرأ معك في فلياغ اختارها عن حب وعن شغف عنده هو فهنا ما غا تقدرش تواكب هذيك تشعبه كيفما غادر هو يواكبها وما تقدرش تخدم وتعطي جهدك فيها كامل كيفما هو عطي جهده فيها كامل حيث انت حاط واحد الهدف دي وانه ستخرج وانه ستخدم وتاخد فلفلوس وانه الثالث يتكرر بزاف انه تختار واحد فلياغ بازي على صحابك اختاروا فصحاب اللي عندك دابة ليس صحاب اللي يبقوا معك ديما وليس صحاب اللي قرأتي معاهم في الباك وليس اللي ستكمل معاهم بعد الباك الصحابة تبقى صحابة يعني تقدروا تبقى او ان كونتاكت وكل شيء ولكن لو شواجه اللي في لياغ راجع لك انت بوحدك وانت الوحيد اللي تقدر تختاره وليس ضروري صحابك وليس ضروري صحابك وانت اتخاذه بازي على اللوجيك وليس ضروري صحابك الثالث الرابع وانك تختار واحد فلياغ حيث تعجب كثيرا يختار انه يقرأ المدينة او يقرأ الانجينيوري حيث انه يريد كثيرا ولكن يتسضم وانه يقرأ العامل او العام وانه يلقى بليدك وانا اقول لك حاول ما امكان دوزوح الوقت قبل فكذا وانا لقد ستقرأ كان لدينا خاصة كل عام او كل كورب لا يوجد هذا الشيء في المغرب لا يوجد دمات الحديث لن تقرأ العامل وانه يتقرأ العامل ثم النساء نحن في بطرينا ندرس من البرنامات وانه يمكنني ان اتخاذ من المدينة حتى نستطيع التهتبير الغارات الخامس وهو أكبر غارات في هذا الشيء كامل هو أنه ما أعطيتك الوقت لتعرف راسك شنو بغيتي ولكن ما زل ما فاتش عليك الحال حيث لتعطي راسك الفرصة هو أنه خاص مثلا تخصص واحد ساعة أو لانس ساعة كل نهار في انتقس بينك وبين راسك ماكيلا تليفون لنوتيفيكاسيون وانستاغرام لأولو كتحول تكتشف راسك وهذا البخوص يجيو تقدر تأخذ ليك شهر شهرين عام عامين وكما هي نهاية العالم أنك ملقتيش لأباسونجالك ولا يجب أن تغلي لديك دابا ديما عندك الوقت باش تلقاهم ديما كنسمع على قصص النجاح للناس اللي يلقاوا لأباسونجالهم لشنو هما بغيين ملت عندهم 30 عام 40 عام 50 عام هذيش حاجة عادية جدا خد الوقت وكن أهم حاجة دوز الوقت مع راساتك وكون صريح مع راساتك أنك انت تجلس كل نهار وكتحاول تلقى جواب لهذا السؤال ماشي تهرب منه للعكس كنفرونتها هذي السؤال هذي كنفرونتها راسك وحاول تلقى الجواب له